أين أشرف الفريق سعيد شنغريحة على مراسم التنصيب الرسمي للواء عبدالعزيز هوام تنصيب لواء عبدالعزيز هوام قائداً لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم في بين وزارة الدفاع الوطني تنصيب لواء عبدالعزيز هوام خالفاً للواء عمراني إذن مشاهدين الفريق سعيد شنغريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي للواء عبدالعزيز هوام وتنصيب اللواء عبدالعزيز هوام قائداً لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم خالفاً للواء عمراني الفريق سعيد شنغريحة في كلمته قال أن الجزائر تشهد في الأونة الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية وبفضل جهود رجال المخلصين ديناميكية نشطة في كافة الأسعاد والمجالات لأسيامة دبلوماسية السياسية الاقتصادية وحتى الرياضية الفريق سعيد شنغريحة وفي حديث عن تتوج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب جاء في كلمته لقد كان تتوج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب قبل أيام قليلة برسة سانحة لتعبير عن الروح الوطنية المتاججة التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري والتي خرجت تحتفل في المدني والأريافي بهذا التتوج الفريق شنغريح أيضا في هذه المناسبة قال أن شعب أثبت معدنه لصيل والنقي وتقديسه لرموزه الخالدة ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار وهو رد قوي وصريح لأعداء الأمس القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2021 أنصب رسميا اللواء عبد العزيز هوام قائدا للقوات الدفاع الجوي عن الإقليم خلفا لللواء عمار عمراني وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تأسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة والله الموفق شاهدين كانت هذه كلمة رئيس أركان الجيش الوطني شعبي الفريق سعيد شنغريحة على هامش مراسم تنصب رسمي للواء عبد العزيز هوامر بالعمل تحت سلطته وتحت أوامره تأسيسا للقوانين العسكرية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهداء الوطن الفريق شنغريحة ينصب لواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم وخلفا تنصب لواء عبد العزيز هوام خلفا للواء عمار عمراني لواء عبد العزيز هوام ينصب كقائد لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم الفريق سعيد شنغريحة رئيس سركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على مراسم تنصب عبد العزيز هوام لواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم تنصب لواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم خلفا للواء عمار عمراني الفريق سعيد شنغريحة ما تعلمون تشهد في الفطرة الأخيرة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبفضل جهود الرجال المخلصين ديناميكيا نشطة في كافة الأصعدة والمجالات لا سيما الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وحتى الرياضية وفي هذا الصدد بالذات لقد كان تتويج المنتخب الوطني لكورة القدم بكأس العرب قبل أيام قلائل فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت تحتفل في المدون والأرياف بهذا التتويج المستحق وهي مناسبة أيضا أثبت فيها هذا الشعب الأبي معدنه الأصيل والنقي وتقديس لرموزه الخالدة ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار وهو رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب وغيرته الكبيرة على وطنه وبهذه المناسبة أتقدم مجددا باسم الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأزكاء آيات الشكر والعرفان لكافة أعضاء الفريق الوطني لكورة القدم وطقمه الفني على الروح الوطنية الفياضة التي أبدأها خلال هذه المنافسة ولأنهم برهنوا مرة أخرى على أن إرادة الإنسان الجزائري لا تقهر ولا تؤمن بالمستحيل متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المنافسات الرياضية القارية والدولية القادمة كما أن هذا الإنجاز الرياضي التاريخي يعد بمثابة الهدية الثمينة التي وفق محارب الصحراء في تقديمها لوطنهم ولشعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات شاهدنا كانت هذه كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحة على هامشي تنصيب اللواء عبدالعزيز هو بقائدان لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم في كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حي الفريق الوطني لكورة القدم بتتويجه بكأس العرب وكما جاء في الكلمة تم ذلك قبل أيام قليلة وهي فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة التي تسكن قلوبه